تعرفين هي القاهرة من ضمن المدن اللي دايما يرفق اسمها خارجيا يعني ناس ليبلس ستي أو مدينة لا تنام أنا أتذكر باراك أوباما لما جمعت القاهرة وقال إنه سعيد بوجوده وفي القاهرة المدينة التي لا تنام أفتكر الحكاية دي كويس إن كنت أنا مش سعيد عن إطلاق بالخطاب اللي كان قاله يعني بس ده موضوع تاني هرجعك على إنه هي القاهرة مش بس المدينة التي لا تنام هي مصر على ما يبدو خلال كم سنة اللي فاتوا دول فعلا دولة لا تنام لا تهدأ إيجابيا مش إنها لا تهدأ إنها يعني دولة متوترة لقدر الله ولا لسمح الله من الكلام هي دولة لا تهدأ إيجابيا طول الوقت في حالة حيوية في مصر خلال السنين الماضية وخلال السنين القصيرة يعني العشرة سنين الماضية منتهى الحيوية السنين القصيرة بقى الأخيرة يمكن 3 أو 4 سنين اللي فاتوا حالة من الحيوية تقدر تقول كده رفيعة المستوى حاجات كتير جدا حلوة ومهمة وكويسة بتجري يمكن كنت نسا بتكلم مع زميلاتي أنه يمكن النهاردة آخر يوم في مهرجان العالمين صحيح ولا يجب على البهجة أن تهدأ فهتجد أن في تنافس على البهجة فيه برضو جمهورية مصر العربية ولكن من خلال مهرجان إسماعيلية واللي بتتنافس فيه الوفود الدولية على أيضا ما تستطيع أن تطلق عليه صناعة البهجة الوفود الدولية بقى بتتنافس على البهجة في مهرجان إسماعيلية للفنون الشعبية فيه إيه أكثر بهجة وجمالا من الفنون الشعبية خصوصا لما تبقى في الإطار المهرجاني يعني التنافس وبتجيلك ثقافات من كل حتة زي ما أنت شاء بص شوارع الأسماعيلية تمتلق تعوج تكتض عن بكرة أبيها بالوفود من كل حتة في الدنيا علشان خاطر إيه الناس هتتنافس من خلال العروض المختلفة وعرض ثقافاتهم المختلفة من كل حد وصوب هتلاقي من كل مكان في العالم موجودة هذه الوفود واللي بتتجول بمنتهى الحرية في الشوارع وده شيء مهم جدا مسألة إنه البهجة تنتقل إلى الشارع ما تبقاش بس فيه الإطار بتاع المسارح أو القاعات المغلقة يعني إحنا لما كنا في العالمين الجديدة وحتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها فأنت بتشوف المظاهر المهرجانية في كل مكان يعني فرق وموسيقى الشارع في كل مكان في العالمين الجديدة وده كان من أروع الحاجات اللي كانت مفرحة الواحد بالعالمين لما بص أهو ده بقى إسماعيلية نخلص من العالمين نخش على الإسماعيلية هنخلص الإسماعيلية أكيد هنلاقي شيء آخر ممكن تلاقي حاجة في القصر أو في أسوان مع دخول الموسم الشتوي ممكن تلاقي حاجات في البحر الأحمر ممكن تلاقي حاجات في جنوب سيناء في شرم الشيخ إلخ 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 أدي وفد المكسيكة هو يعني كله بيستعد للفتتاح بتعبوك رب إذن الله سبحانه وتعالى للمهرجان أدي وفد المكسيك أنا من الناس بالمناسبة اللي بتحب إسماعيلية جدا 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 وبالذات الشوارع القديمة بتاعتها لأنها إيه فيها كده أعبق وتاريخ وحاجة عظمة من الماضي بتبقى رائعة وتشوف الخضرة بتاعت الإسماعيلية والتنسيق اللي في الإسماعيلية لما تشوف بقى كمان الوفود أنا ليه بحب وفد المكسيك أنا من الناس اللي تحب ثقافة أمريكا اللاتينية جدا موسيقى أمريكا اللاتينية أدب أمريكا اللاتينية شعر أمريكا اللاتينية حاجات زي كده الملابس الفنون التشكيلية يعني فريدا كالو على سبيل مثال من الآيكونز اللي في حياتي كده من الآيقونات الفنية المهمة جدا اللي في حياتي فهرجعك على أنه لن تتوقف البهجة في مصر لن تتوقف المهرجانات ولا الثقافة ولا الموسيقى ولا الغناء ولا السينما ولا المسرح إحنا بنتكلم على بلد أنا ما بحبش كلمة هوليوود الشرق لأنه هوليوود الشرق هو طول الوقت كأنك بتعمل استنساخ من مدينة أو من بلد أخرى أو من مقاطعة أخرى مصر ليها تاريخها المهم واللي أسبق بكتير من هوليوود بالمناسبة يعني لأنه الإنتاج السينمائي المصري كان سابق على الإنتاج السينمائي الأمريكي ودي حدوتة ممكن مرة نعود نحكيها مثلا مع الأساس طرق الشرناوي في وقت من الأوقات لكن اللي أنا عايز أقوله لك هي مصر منارة ثقافية وحضارية وتنويرية للعالم كله